تعاني المشاريع الخدمية في كاركوك من بطء الإنجاز على الأمر الذي أثار استياء المواطنين هناك تقصير الشركات المنفذة والتكلفة وتحرك الحكومة نتابعه مع مهند التميمي تعاني بعض المناطق في كاركوك التي تشهد حملة إعمار وتنفيذ مشاريع استراتيجية حيوية من بطء إنجاز تلك المشاريع لا سيما التي ترتبط بحياة المواطن اليومية الأمر الذي ولد استياءا لدى المواطنين دون معرفة الأسباب الحقيقية لهذا التلكم هذا الطريق صار لموسمين على نفس الحالة لب الناس بالشتاء طين وبالصيف تراب كل ثتة شهر أربعة شهر يسوي لشغل ويطلع لازم شغل غير مكان ولازم نسعونا نادينا بالشتاء ما يوجد طين كلهم يريد أن يذهب إلى الجامع أو يذهب إلى غير مكان المحافظ غير مقام الجسم حتى يبلطون ويخلطون العالم وترتاع والله بطيع زيان زيان بس بطيع 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 والله هو يستغل بس كل فترة يجي فترة بعد يشتغل يجي كيوم يشتغل شهرين ماكو ينقطع ينقطع شهرين ثلاثة أربعة خمتة ها والله ترعي تجي الموازنة القائمة السوداء دخلت حيز التنفيذ كما يقول مختصون ولجان مشتركة تعمل على مراقبة ومحاسبة الشركات المنفذة لضمان شفافية الإنجاز سيما وإن بعض الشركات تنفذ أكثر من مشروع في التوقيت نفسه مما ينعكس سلبا على سرعة الإنجاز وزيادة التكلفة نحن كجهات رقابية نحن نضع هذه الشركات في القوام السوداء خصوصا هناك أكثر من مشاريع دخلت في القائمة السوداء ولا نستطيع أن نعطيهم مشاريع مستقبلية يجب محاسبة هؤلاء لكي نستطيع أن نقدم لهم المشاريع الحيوية التي في تماث مباشر مع المواطنين وتم محاسبة أكثر من خمس أو ست شركات لحد هذه اللحظة ومستمرين في هذا الطور وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة أن يكون هذا العام هو عام الإنجاز إلا أن بعض الشركات المنفذة تتباطأ بإنجاز أعمالها وبحسب المراقبين فإن محاسبة تلك الشركات بات ضرورة ملحة من كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة